أهلا بكم مشاهدين الكرام من التفاصيل المجزء إذن والبداية بخنشلة حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم وجرح خمسة آخرون بجروح متفاوثة الخطورة في حادثي مرور سجل خير الثمانية والأربعين ساعة الأخيرة بولاية خنشلة الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الولاية بينهم قاضية بمحكمة الششر أكدت وزيرة التضامن البطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم لدى استضافتها في حصة قهوة وجرنان أن التسمية الجديدة لقفة رمضان هي تضامن رمضان وهذا حفاظا على كرامة المواطن شد غير هذه أننا ما نسميهاش القفة عفوا أنا اتخذنا قرار أن هذه العملية ما تسميهاش لحفظ كرامة الجزائريين لأنها حقيقة هي أكثر من قفة وليس قفة نقول عملية تضامنية لشهر رمضان لفئة معينة من المواطنين لازم تعرفوا كذلك أن على مستوى 48 ولاية انتهينا من العملية يعني البطاقة الوطنية للمعوزين لهذه العملية أو هذه المساعدة يعني أليت أسيني وأضافت الوزيرة مونيا مسلم بأن مشروع صندوق المرأة لا يزال لدى وزارة العدل مشيرة بأن هذا الصندوق وضع من أجل تأمين مستقبل أطفال بعد طلاق أبائهم هذا المشروع هو ما زال على مستوى وزارة العدل وزارة العدل يعني أسست لجنة تقوم بهذا العمل ووزارة التضامن والأساة وقضايا المرأة عضوا في هذه اللجنة هذه اللجنة ما زال ما استكملتش العمل تاحا أولا لازم نعرف أن رئيس الجمهورية بهذه المبادرة قام بالاعتناء وإعطاء لمسة خاصة لأطفالنا الخاصة يعني المحضونين اللي جايين من أسر يعني مسها الطلاق على حسب الحكم النهائي هذا أولا ومش كل النساء إلا النساء المطلقات ليتبتنا أن الزوج لا يستطيع أن يدفع هذه النفاق صرح المدير العام لشركة بن عمر العجائن محمد العيد بن عمر أن المخبزة الصناعية ستبدأ في الخدمة الشهر الجوية القادم بطاقة إنتاج 450 ألف خبزة يوميا محمد سعداوي هنا عدة تصريحات بأن المخبزة ستنطلق ونحن إن شاء الله بحول الله ننطلقه يعني ممكن في شهر جوية إن شاء الله طاقة يعني 450 ألف خبزة يوميا في قطع ساكن الآن خصصت وزارة وساكن والعمران والمدينة غلافا ماليا قدره 305 مليون دينار جزائري من أجل ترميم السكنات التي تضررت من الأحداث التي شهدتها مدينة غردايا وقد اقططع هذا المبلغ المالي المواجه للولاية حسب نفس المصدر من الصندوق الوطني للسكن للتكفل وعلى شكل إعانات وذلك تطبيقا لقرارات الوزير الأول عبد المالك سلالة وسيسمح المبلغ بترميم السكنات التي تضررت بفعل أحداثها المؤصفة التي شهدتها مدينة غردايا في المدة الأخيرة كما أوضح المدير والمحلي للصندوق الوطني وستمس هذه العملية التي أطلقت مؤخرا نحو 500 مستفيذ حسب درجة تضرر السكن بعد إجراء الدراسات والمعاينة من قبل المصالح المختصة بعد قرابة ثمانية أسابيع من الخصارة الأولى التي تعرض لها الحزب واليساري الحاكم في الانتخابات المحلية وهو يطلق هزيمة أخرى في الانتخابات الأوروبية التي حققت فيها الأحزاب اليمينية نجاحا ساحقا وحصل فيه حزب والجبهة الوطنية على المركز الأول وهذا ما أثار مرة أخرى مخاوف الجارية الجزائرية والعربية في فرنسا برسلتنا هودا فتوان أرسلة التالية مني الحزب الاشتراكي الحاكم بهزيمة أخرى من العيار الثقيل وتحصل على المركز الثالث بعد حزب اليمين المتطرف الذي حصد المركز الأول بنسبة قاربت 25% والحزب اليميني الثاني الذي تحصل على 20% ليتحصل الحزب اليساري الحاكم على نسبة قاربت 14% فقط نتيجة غير متوقعة وقعت كالصاعقة على الحكومة الفرنسية ووصفها مانيويل فالس بالزلزال الذي هز فرنسا المرحلة التي نعيشها هي مرحلة صعبة جدا بالنسبة لفرنسا ولكل أوروبا هذا المساء الذي شهد نعدام هام للتصويت ووصول اليمين المتطرف إلى الصدارة وكذلك النتائج المؤسفة للحزب اليساري الحاكم وعلى إثر هذه النتيجة الثقيلة استدعى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولوند تقم حكومته للبحث عن حلول الاسترجاع ثقة الفرنسيين والتصدي لحزب اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان التي احتفلت بفوزها وقالت أنه فوز رفع من معنويات الحزب ويستحق أن يكون هو الحزب الحاكم سنة 2017 هو سعود منقطع النظير لم يقلق الحكومة الفرنسية فقط ولكن حتى الجالية العربية والجزائرية التي ترى أنه حزب عنصري ولا يخدم الأجانب أبدا فيما يخص نحن كجزائريين نعرف موقف مارين لوبان نحو الأجانب المختاربين الذي حققته في الانتخابة الأوروبية زاد من تخوف الجزائريين المختاربين في أن يكون هناك تغيير في القوانين الفرنسية التي لا تخدم صالح هذه الجالية إن النجاح الساحق الذي حققه حزب اليمين المتطرف فالانتخابات الأوروبية لم يقلب الموازين السياسية فقط بل زاد من قلق الحكومة الفرنسية ومن مخاوف الجزائريين المقيمين هنا كذلك لقناة النهار تيفي هودا فتوان باريس من باريس إلى مصر تتواصل عملية انتخابية في مصر في يومها الثاني والأخير حيث أعلنت الحكومة المصرية عطلة رسمية لإتاحة الفرسة أمام العاملين للإدلاء بأصواتهم مبارح كان فيه شغله كده فما كانش حد ينزل كثير بس رئيس الوزراء مبارح تليعه وده أجازة فطبعا كله نزل النهاردة وإذن الله لسه ينزل كثير بقى في موضوع آخر داري دارك صفحة تعرفية على الفيسبوك وفكرة مستوحاة من بلدان أوروبية يتشارك فيها الجزائريون والتلوسيون بهدف تبادل زيارة البلدين وحتى منازل العائلتين عند حرولهما بالبلد المستضيف كما يحصل في بعض البلدان الأوروبية رضي بن هباش تعرفنا على هذه الصفحة في هذا التقرير داري دارك هي فكرة جديدة لكل الجزائريين المهتمين بقضاء عطلة الصيف في الخارج خاصة في الجارة تونس الفكرة أساسها أن تعيرني منزلك أعيرك منزلي مجانا لمدة محددة خلال موسم الاستياف اسمه داري دارك اللي هو مش يكون فهمة تبادل بين المواطنين تنجم تعطيني هنا في الفيلة المتاعك والمنزل المتاعك نعطيك في الجزائر وتعطيك المنزل المتاعك في تونس وعلى فيسبوك عنا في نتنينة جروب فيسبوك داري دارك تنجم تدخل عليه تحط المنزل المتاعك إلى الدار وتعمل ديسكريبتيف الفكرة وإن كانت جديدة وغريبة للبعض إلا أنها ستمكن المواطن البسيط من قضاء عطلة في الخارج بأقل التكاليف حسب ما يروج له أصحاب الفكرة على الفيسبوك داري دارك قد تكون الحل للمواطن البسيط لتمكنه من قضاء عطلة ممتعة في أي مكان يريده في العالم كما أنها حل لاستقطاب السياح إلى الجزائر في ظل نقص الفنادق والمنتجعات السياحية ابتكر شاب عاطل عن العمل طريقة فريدة في كسب رزقه عن طريق امتهانه غسل السيارات لكن ليس في مكان مخصص لذلك بل بطريقة جديدة نكتشفها في تقرير زميل أسماء عبدالله عثمان اتصل ونحن نأتي إليك هي خدمة غسل السيارات المتنقلة التي جصدها نوردين على أرض الواقع ولأول مرة في الجزائر عربة متنقلة تضم كل المعدات والأجهزة لإجراء عملية التنظيف الكامل للسيارة أنا قلت لك الفكرة نحب نقص السيارتي ومبعد جاتني الفكرة بحفت عليها في الانترنت لقيتها موجودة في الدول الأوروبية بعدت بلي فاصان ياسر يعني اللي تلقيها ادخلت معها حوز 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 لقيت أبسط يعني تجهيزتها قادرة تكري لفاش تحتاج سيتي لنا تعمى تحتاج تري سيتي تحتاج مالقي خسرت تماطرية شوية ما يعودت وقفت على رجلي وكل شيء ونقدم إن شاء الله تجربة جديدة يبدو أنها ستأخذ طريقها في الانتشار خاصة مع توفيرها للجهد والوقت عكس الخدمة التقليدية هي صورة حقيقية لشاب جزائري يشتهد لكسب لقمة عيشاه ويفرض واقعا آخر وأجمل من معايشته للبطالة إذن طريقة مميزة ويستحق حقيقة التشجيع مشاهدين بهذا نطوي إياكم صفحات الموجز نشكركم على كرم الإصاء والمتابعة في أماني